تحسن هذه الأولى نشوفوها تأماني ها هي الفنسة تاك بتاع مريم نشوفوها حرشة ها فيها ها الفلوس تحركي بعد شوية هلا بتاع مريم ها فيها فلوس ها نضح مستشنة موسيقى موسيقى السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اخواني في الله ان شاء الله تكونوا لباس اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين كما راكم تشوفو هذا الشكل الغريب اللي نعطي لكم فيه وهذا هو اللي راح نضح نفحص به البيض انتاعي على خاطر الفقص انتاعي هذا اللي يفحص البيض جاي خارجي شوية البيضة كي نضحها تسبقة تغيس في المصباح هذاك هذه حاولت نضح واحد يعني يشبه نفحص به البيض انتاعي اخدمت بالدوية هذه كالعادية المصباح وهذه اللي من هنا اللي يدخل فيها المصباح هي منقر عبر كتاع الجي يعني تلعى سيارة اني قصيتها وديت القمع انتاحها هذك الفوق يعني نصقت فيها طرف ورقهم الفوق وهذا بابي آليمين يوم اللي بفيتوا عليه كامل بهذاك الضوء تاع المصباح يبقى يعني مركز للجهة الاخرى نجربه اليوم نفحص البيض انتاعنا اليوم تقريبا عندنا اسبوعين من اللي حطيت البيض في الحاظنة هو نقدرون نفحصه البيض انتاعنا في اليوم السابع يعني عند اسبوع نقدرون نفحصهم ثاني في اليوم الخامس عشر او الربع عشر يعني اسبوعين والفحص الثالث اللي نقدرون يعني نديروه يعني من الاحسن يعني نديروه هو في اليوم الثمانتاشر برب انشاء الله اليامات الجيين انا رح نشارككم خطوات خطوة بخطوة في اليوم الثمانتاشر ومليح بزاف خلاص انك تفحص البيض انتاعك على خطر احنا نحب سوله تقليب ورح نخدمه شوية خدمة على هذي برب اي شاء الله في الفيديو الجاي راح نعطيلكم وش رح يصرا في اليوم الثامن عشر ذركة هني شاعلت المهم الذي سوف نفحص بها البيض شعلتها وطفيت كم الضولة هنا يبان البيضة مليحة يعني يبان مخصبة كما راكم تشوفون هنا أرينا البيضة الأولى تعجاج عرب قبل كامل قدرت فيديو من قبل قبل علمت البيض سوف نعرف كيف نشري البيضات كما راكم تشوفون هذا تعجاج عرب عادي رأي الله يبارك البيضة رأي مليحة خلاصة شعيرات هذه تعدم وهذه اللي من تحت هي الفلوس سوف نعرف ثلاث أنواع في الفقه سنتاعي كما تشوفون اخي في الفيديو الذي قبل سوف نعرف هذه اللي بناتي إلى ثلاثة سوف نعلم كما كنا نعلم البيضات عندما نضع البيضة لتحت الدجاجة سوف نعرف هذه التعمير من الأولى التي تخلع حتى الحمد لله لقد وجدتها مليحة وهي الفلوس التي تحتويها راوراكح لا يعرف أنه مليحة لا يعرف هذا اللي علمتهم بناتي رم دجاج براهمة برب ان شاء الله شريط البيضة قلت لكم على عشر ألاف شريط تقريبا حوالي ثلاث بيضة ثلاثين بيضة برب ان شاء الله سوف نعرف نسبة لهم مليحة على حسب وشفت البيضة الثانية هي زينب في الحق نرى البيضة مليحة مخصبة لا يوجد خاطر يكونون مخصبين ويفزدون في نصف يتحلوا قليلا ارى مليحة مليحة هذه زينب مرغدتها المرة اللي فاتت لقد أرسمتها رسمة فيها الله يبارك كما راكم ترى انظروا هاي الفلوس انتحها قاعد يتحرك هذا فلوس عبراهما شافوا زي ما سبحان الله ارى من يتحركوا في نصفها يتحرك موش يتحركوا هنضلهم الراديو وما كانين بزاة حالات نلقوا فيهم البيض طبق نعدي لكم عليها برب ان شاء الله حالة بحالة يعني راح نعطي لكم برك البيضات انت اا مريم وزينب واماني اا تعم اماني مليحة اه تعم زينب مليحة وتعم مريم مليحة ونضرك الراحول تعم اماني نزيدو نشوفوها كل واحدة وظهرها نشوفو من الجهة اللي مدببة يعني مشي حادة لتع غرفة الهواء كما قلت لكم من قبل هذه تعماني هاي الله يبارك ثاني فيها الفلوس يتحرك لا مظهرين هاي الله يبارك فيها هذوك شو عائرات تلقى الفلوسكي تحبس انتايا او البورتابل اكيد مشي حيصور بدقة عالية بصح الله يبارك رويبان حتى الفلوسكي قاعد يتحرك في نصف البيضة ان شاء الله يبارك هذوك الكحولة اللي تبانينا احنا يا هكا شوية هذوك هو الفلوس روي في عمر الخمسة عشرة يوم يعني الله يبارك روي قريب رب ان شاء الله يخرج هذي بيضة بارك رح نعتلكم يعني ذركة ليقدرو يعني يسراولكم في البيضة نتاعكم يعني وش تشوفوها كما تشوفو في هذه البيضة روي معناها انه وكاين في اللوس في اللول يعني البيضة مو خصبة بالصحيح هذا التخصيب بتاعه ضعيف والله تكون البيضة قديمة بزاف يعني ما هي شي قوية يعني الجانين اللي فيها اروا زاد شوية برك ومن بعدها حبس النمو وانتاعه يعني وات مات الهنة البيضة نتاعنا هذه اكيد من شاء رح تخرج واكيد انا رح نطيشها في اليوم 18 بربي شاء الله رح نلم هذو كامل لنحيهم وذوك بربي شاء الله قلت لكم اليامة الجايين رح نعتلكم يعني بلا شوفوا زما بالخطوات هذي اللي هنا معناها البيضة راي مهيشي مخصبة من الاساس راي في يارج شوفوا زما راي ضاوية بكل بكل ما تلقاش فيها نقطة هكا صغيرة والله عروقهم بعد ميتين والله هذي اللي هنا معناها هذا الانسان يعني اللي شرين عليه اكيد يعني تسرع ساعة ساعة ما تتخصبش البيضة هذي ثاني راي بيضة مخصبة بالصحي مهيشي قوية يعني قادر تكون قتلكم قديمة شوية والله يكون قديك مهوش كبير في العمر والله قادر يكون كبير بزيء ثاني في العمر ودركنا نفحص معاكم البيضة هذي ثاني راي الله يبارك يعني مليحة شوفوا زماه يعني كلش تحام ريقل تلقاوا هذو كل الوعق هذو كمله همش ميتين ثبت مليحة راح تلقى البلي الويهه راوي يتحرك في داخل البيضة اى اه الذين كترون تفحص في البيضة هكيد لازم تفحصها في بلاسة تكون شوية دافية يعني ما تخرجه من الفقاسة يعني البلاسة باردة بزاف ممكن هذيك الجنين راح ي يفضل لك يعني ويموت لك في وسط البيضة واهم حاجة انك ما تخلخلش البيضة هذيك بزاف المهم كان وهذه هم الحالات اللي يعني نقدروا نقولوا عليهم ونهضر لكم عليهم في الفيديو تنهار اليوم لانا اكون وصلت لنهاية الفيديو ان شاء الله نكون فتكم ولو بالقليل اترقبوا ان شاء الله ليامة الجيين فيديوات الجيين رح يكونوا مفيدين بالزف خلاص رح نمشيوا مع بعضنا في المشروع خطوة بخطوة ان شاء الله اللي مهتم بالعالم تحت طيور اللي مهتم بعالم الدواجن ويحب يبدأ المشروع ان تعوي يشترك في القناة يفعل خاصية الجرس ليستفيد برب ان شاء الله ليامة الجيين اللي هنا وصلت لنهاية الفيديو وصلت للحكمة اليوم اللي تقول يقول ابن القيم رحمه الله من ادام الحمد تتابعت عليه الخيرات ومن ادام الاستغفار فوتحت له المغالق فطوبى لمن كان لسانه رطبا بذكر ربه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته السلام عليكم وبركاته والفاتحة والذن اسمع ابتدا ابتدا قمades ترجمة نانسي قنقر